مرحبا ومبروك ما إجاكن وما حدا يستهون ويستخف بالتمديد للبلديات مش تفصيل إنك تجمع مجلس نواب بدرجة حرارة وصلت للـ 36 وبدرجات حرارة سياسية أعلى ومصحوبة برياح خمسية فرع السفرة وإنك بهالظرف بهالحرب بهالمعارك السياسية وما في حدا يحكي مع حدا تقدر تجمع مجلس نواب لتودد للمجالس البلدية نحن بحالة العقل وبحالة الجنون الجنون الدستوري أصلا تعبوا الشابين تعبوا معنا والله الله يجازيهم كل خير ويبعتلهم على قد أعمالهم وعلى قد نواياهم سمع منكن ويسلفنا تنسلفكن وسنترلي على نواياهم لأنه ولا حدا منهم بده انتخابات بلدية ومع هيك بيزيدوا وأنه سوف نقاطع ولن نسمح وهذا خرق للأعراف والنساتير خليني أقول أنه الاتهامات بالسياسة جزء من العمل السياسي بس هني ذاتهم اللي شرعبوا على التمديد ورفضوه ما شدوا همتهم وراحوا ترشحوا لأنه عارفين أنه رح نوصل للتمديد فلنشوب عزقية المصاري ونكبها هيك لما تاخدش على كلام العيال دعيال علما أنه وزير الداخلية ما خلى بيان إلا ونزله أكد أكد ع إجراء الانتخابات وبمواعيدها بكرة رح نبدأ بأول مرحلة من دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية والاختيارية بأول محافظة وحتكون جبل لبنان وصار يبعث يدل على هالمذكرات وعا شوي بعث لام وسنديق وحط مرأبين الانتخابات كان لازم تصير وانتخابات كان ضروري تصير والانتخابات أنا طلبتها بوقتها وأنا بعت طلب الاعتمادات رفع عن جد والأعمال بالسياس مسكة جد بسام المولوي عصولة وهو عارف أنه ما فيه انتخابات ساك حابب يحط على عيننا إلا ما بينكفوني وأعود ناجل فيهم القاعدة دي عندي بتمقى بالدنيا كلها وبالتمديد منكون أجنجزنا شي بها البلد حقنا للأمانة خطوة نوعية لأنه الانتخابات حتكون صراحة عذاب عالفادي وما رح نلاقي أحسن من الموجود كرمال هيك مددنا قال بيقولوا الرجال أحمي لو بالبيت فحمي قوع حدا يفكر عجز أو إهمال أو شي سمح الله وهيك كمان انتخابات الرئاسة ما عم ننتخب ليه لأنه ما لقينا أحسن من ميشيل عون مش هك قال ابن العيلة قد ما نبرم هلا وقد ما نحكي بالأسماء أقوى وأحسن وأفضل من العميد ميشيل عون ما رح نلاقي وعا هيك منزيد على مواصفات الرئيس القادم أنه بس يقد قسم اليمين الدستورية يقول ما على اللبنانية جهنم وبقصى المصير بس مش عأساس نهرنا وخلصنا ويلا كل واحد عبيته مش عأساس أكلنا القتل الكبيرة وهلأ عم نتعافى طيب من وين عم نتخانق على هالمصايب الجديدة حدا يسألنا ماجي فرح معقول لبنان من موليد برج الجدي وحركة الكواكب يعني مش لصالحه هالأربعين خمسين سنة الأجواء الفلاكية مربكة شوي والحركة كبيرة ما بتناسب إيقاعك ونمطك البطيء ليش دايما فيك موظف بهذه الجمهورية بيقدروا يشلوا كل البلد كباقي موظفي القطاع العام أعلن موظفو التعاونية الإضراب غيروا لها المحطة يستمر إضراب القضاط لأسباب معنوية ومادية سيسين غيروا المحطة يستمر أساتذة التعليم الرسمي والأساتذة المتعاقدون في لبنان بإضرابهم لتحقيق مطالبهم إضراب موظفي وزارة المالية يشكل خطرا على صرف رواتب القطاع العام إنه بيأضربوا الميومين بتصير تجي الفواتير بالسنة برة وعساس كنا عم نصمد مصرياتنا بالبنوك بتصير شركة الكهرباء عم بتصمد لنا الفواتير وتقصت لنا هني عالى سنة مثل قرد الحسن عم بتموّل حزب الله وعم تجي تشغل القرد الحسن وعم تضرب ما تبقى من قصص بلبنان تانكس 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 ده عن جد تانكس الدولة بيأضربوا الأساتذة البتعاقدين فمنبدل شهادة البروفي بامتحان وطني ليصلحوه أساتذة المدارس بلوشة واحد اثنين ثلاثة قم للمعلمة وفي التبجيلة كاد المعلمة أن يكون رسولة